اسلام ومرحبا بكم ان شاء الله يارب الناس كلها تكونوا بخير وفي ساحة جيدة اول حاجة ناخديني من وقت ووقت ما نصلوا فيه على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاة والسلام اليوم رجعت لكم بوصفة تجميلية بالاساس وصفة باش نحافظوا على صحة اللثة متاعنا وصفة باش نتخلصوا من الروائح الكريهة اللي هي في الفم بطبيعة بثلاثة مكونات موجودين في كل دار بطبيعة وبالاساس اللي هما صحيين يعني حاجات طبيعية حاجات موجودة في كل دار وتنجموا الوصفة هذه تعتمدوها ديما تستعملوها صباح وعشية يعني تستعملوها في الصباح وتستعملوها في الليل صدقوني وتعطيكم نتيجة رائعة كيف ما قلت لكم تستحفظوا على الفم متاعكم منظيف وفي نفس الوقت تخلصوا من الروائح الكريهة اللي في الفم وبطبيعة تعرفوا الفوائد متاع الخرنفل وتعرفوا الفوائد متاع الزنجبيل فوائد لا تحسوا ولا تعد ننصحكم جربوها طريقة هذية وباش تعجبكم برشة وبتعتمدوها وكيف ما قلت لكم الوصفة هذية حطيت يعني المكونات حطيت شوية بركة يعني باش كل وين توفيلي نعاود نعمل الخلطة هذية باش تبقى ديما يعني نقولو نحنا فرشكة ويعني طازجة وفي نفس الوقت ما تفقدش الفاعلية متاعها وتكون ديما اكثر فاعلية على الفم وعلى الاسنان متاعنا نخليكم مع طريقة الاداد ونخليكم مع المكونات متاع الوصفة هذية وما تبعدوش بعيد وفضلا وليس امرا تشاركوا الفيديو مع صحابكم وحبابكم باش تعمل الفايدة وما تنسوش تسجعوني بلايك وكومنتير فضلا وليس امرا ونخليكم مع بطريقة الفيديو بالنسبة المكونات اللي هم ثلاث مكونات اساسيين اللي هنا عندي كتمتشوفوا هذي عود كرنفل رحيتو كرمفل يتسمى كرمفل كرمفل يتسمى كرمفل كرمفل نأخذ منه مغرفة صغيرة مغرفة القهوة مزلت كرحيته اخذت منه مغرفة صغيرة نضعها هنا الزنجبيل مطحون الزنجبيل الزنجبيل يسمى الزنجبيل يسمى الزنجبيل الزنجبيل نضعها من نفس المغرفة مغرفة زنجبيل مزل مكونات افضل لديه افضل لديه افضل لديه من المعجون الأسنان يستخدموا منه مزل يقوموا بمزل افضل لديه افضل لديه الزنجبيل الزنجبيل افضل لديه الزنجبيل يعني عنده فوايد كبيرة الزوز يعني مواد طبيعية صحية نستعملوهم حتى في الماكلة نستعملوهم حتى في الماكلة كيف ما شفتو بش نزيد الهناء شوية بركة شفتوه الماء مش بش نحطوه كل نكيتة بركة حاجة بالخليط بش يولي كريمي كيف ما شفتو شوية بركة تقريبا حتى يجي نص المغرفة هذي اللي نخلط بها ليجيش حتى النص لازم نتحصلوا على خليط كريمي كيف ما قلت لكم نحاول نحن هذي 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 ينهبطوا هكا بيدي مش الخليط متاعنا يتخلط لنا بالبيه كما شفتو نحاول نخلطوه مليح 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 مش الخليط متاعنا يولي خليط كريمي ونجم ونحطوه في البروسادون يعني نجم ونحطوه في الفرشة متاع الأسنان بش نزيد شوية بركة ماء وديمة ردوا بالكم في زيادة الماء ماذا بيكم ديمة؟ شوية بركة شوية بركة الماء بش تتحصلوا على قوام كريمي وميكونش جاري علش قوام كريمي؟ بش نجم ونحطوه في البروسادون يعني نحطوه في الفرشة متاع الأسنان يعني تنجم ترفع الفرشة متاع الأسنان ومتيحش منها صدقوني الريحة ما نحكي لكمش الريحة بنينا على خرط نجم وراولي يستعمل في الكلغات يستعمل في الكلغات يستعمل في دونت فريس يستعمل أي نوع متوفر عندكم معجون أسنان تستعملوه الفم حتى مشكلة شفتوه القوام كيفية شوية شفوا القوام كيفية شوية هذية تنجم وتحزوه في البروسادون كيف ما شفتوه هذية تنجم تحطوه في البروسادون وتحكو به فم السنين متاعكم يعني تحكو به الأسنان متاعكم مرة في الصباح قدقومو ومرة في الليل كي تشتركدوه يعني بعد ما تاكلوه بطبيطه قبل و بعد ما تاكله يعني مراتين في النهار Lu trial مرة في الصباح و مرة في الليل اول حاجه يحفظ على صحه اللثه و يحافظ على رحت الفم يعني اتم하게 تخلص على مرح الكريه Aside from El نستعملهم في كل شيء حتى في كل ماكلنا هذيه كتما شفتو الحكا متاعي هذيه بش نحطها في بيت البانو وبطبيعة نستعملها في اوقات الحاجة يعني نستعملها مرة في الصباح ونستعملها مرة في الليل بش نتخلصوا من روائحة الكريهة بتاع الفم متاعنا وفي نفس الوقت نحافظوا على صحة اللثة متاع الفم متاعنا واصلا تحسوا حتى بالباب ما كيفش نقولوا نحنا تحسوا الريحة متاع الفم ما تبدلت اللثة متاعكم ولد صحية وخاصة الناس اللي عندها لثة مثلا تجري بالدم ولا حاجة يعني اللثة متاعها مريضة ستكوني هذيه رهو ضربة ضربة لسانسيال تكون البروسة دوم بتاعكم تكون شوشة يعني تكون لينة ما تكون شكل خشينة برشة بش متضرر لكمش اللثة متاعكم لازمها تكون لينة وطواكم وما تجرحش اللثة متاعكم هذيه الخليط كيف ما شفتوه هذيه خليط كيف ما تلاحظوا نجمو نهزوه في البروسة دوم بتاعنا ما يكون شجاري لازم ما يكون شجاري يكون هكا الخليط متاعنا كريمي كيف ما شفتو هذيه الوصفة متاعنا اللي هي وصفة يعني تجميلية بالاساس حابيت نشاركها معاكم انا الحقيقة نستعمل فيها ديما والحمد لله يعني ليجيها رتيجة وحتى اللي يعانوا من الاسفرار في السنين متاعهم يعني في الاسنان متاعهم تلاحظوا بشوي بشوي تلاحظوا الفرق بدا يظهر مكلة في السنين متاعكم اللي هو كل اسفرار هذيك بدا يقل خاصة الاسفورية متاع السنين تكون من متاي ومن قهوة المهم هذه هي الوصفة اللي حابيت نشاركها معاكم اليوم ان شاء الله يا ربي الوصفة هذي عجبتكم وان شاء الله استفدتم منها وبطبيعة اللي يجربها بطبيعة يخلي اللي الرأي متاعه في التعليق وبطبيعة اذي عجبتكم الوصفة هذية ما تنسوش بتبرتجوهم على احباب والاصحاب وما تنسوش تتجعوني بلايك وكومنتار بش نزيد نقدم ونوريكم برشا وصفة اخرين وبما ان في الصيف يعني الواحد ماذا به ديما هكي يتلاها بروحه خاصة اللي هو موسم متاع افراح موسم متاع خرجات حصيله الواحد ديما ماذا به يتلاها بروحه ويتلاها اصلا يتلاها بصحته وصحة الاسنان متاعه وصحة اللفه متاعه خاطر هذوما حاجات يعني يومية ولازمنا نعتمدهم كيف ما نقولوا نحنا الصحة اسناننا مهيش مرتبطة يعني مناسبة معاينة لازمنا نعتمدهم الوصفات هذوما ونحافظوا على صحة الفم متاعنا ونحافظوا على نحنا الجمالية متاع سنيننا وفي نفس الوقت نتخلصوا مك الروائح الكارهة اللي تكون في الفم هذي الفيديو متاع اليوم وهذي وصفة اليوم ان شاء الله يارب يعجبتكم ما تنسوش تشجعوني بلايك وكمنتر نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفات جديدة وباسلامة